استولق رصنة على ناقلة نفط إيطالية ويتعلق الأمر بناقلة إنريكو إيفولي التابعة لشركة شحن مارنافي التي تتخذ من نابولي مقرا لها النقلة اختطفت على بعد نحو 30 ميلا بحريا من السواحل العمانية وكانت تحمل طقما من 18 فردا نجل قائد السفينة قال هذا هو عمل والدي أتمنى أن لا يتم نسيانو أطلب من السلطة أن تقوم بما يجب القيام به لإحضاره إلى المنزل سبق وأن تعرض لعدة عمليات اختطف لكنه نجى منها ولكن هذه المرة وقد هجمت النقلة الإيطالية قبل حوالي ساعة فقط من وصول السفينة التابعة للقوة الأوروبية التي تعمل على حماية طرق الملاحة للسفن التجارية في خليج عدن أعمال القرصنة في تزايد مستمر في منطقة الساحل الصومالي وخليج عدن حيث وصل عدد عمليات خطف السفن إلى 350 عملية نفذ أغلبهم من طرف قراصنة صوماليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا